بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان لزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ونازا هريرا وداذية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت طواليرا طواليرا من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسدتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خب وإستبرق وحلوا أساورا فضة وسطاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سأيكم مشكورا إنا نحن نزلها عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آفما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاستد له وسبحه ليلا قويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شدنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ترجمة نانسي قنقر